ترجمة نانسي قنقر كنت ماشياً في شوارع منطقتي فرأيت منظراً مؤلماً منظراً محزناً تراكم القمامات في الطرقات فوق ذلك رأيت اثنين من جيراني هل يتعانقوا؟ يتصافحوا؟ يتخاصموا؟ كل واحد يقول لا أنت اللي وضعت القمامة تحت بيتي والثاني يقول لا أنت اللي وضعت القمامة في بيتي فقلتوا مشكلة من هذه؟ مشكلة من؟ إنها مشكلة الجميع ومن يومها أسست ملتقى شباب حنين الطوعي في مديرية تريم يسعى إلى تحقيق كثير من المشاريع ومن أهم هذه المشاريع الذي تحققنا به مشروع أخذ القمامة من البيوت بدأنا في هذا المشروع توزيع دعوات إلى المنازل على أن يوضع القمامة عند البيت عند البيت يتم أخذها في الصباح لكن مع الأسف كان تفاعل ستة فقط من الشباب ليه تدرون؟ هناك مشكلة؟ نظرتهم لعامل النظافة عامل النظافة نظرتهم الزراء، تحقير، تنقيص عامل النظافة رجل بأمة أفضل مني وأفضل من غيري استمرنا في هذا المشروع عدة شهور لكن كلفتنا إجرة السيارة، تكلفة السيارة كنا ندفعها تطوع مننا فكرنا في تحسين المشروع على أن تساهم كل أسرة مبلغ 200 ريال في قط مقابل أن نأخذ القمامة مرتين في الشهر كذلك نوفر لهم أكياس قمامة كم تتوقعون من الأسرة دفعت؟ واحد يقول عشر، عشر، ثلاثين، ثلاثين أسرة التي دفعت أسرتين في قط فوق ذلك عادوا يتصنوا عليه بعد كل سبوع كأنك لم أخذت القمامة، القمامة عن البيت لم أخذت القمامة صرنا بصدمة كبيرة لكن جاء أحد التجارة وعطونا مبلغ عشرين ألف وقالوا استمروا في المشروع فكرنا، قلنا، لماذا نؤول المشروع من أصل القمامة؟ أيوة، نؤول المشروع من أصل القمامة عممنا على جميع الأسر أن تقسم القمامة إلى ثلاثة كياس الكيس الأول توضع فيه أي شيء بلاستيك، حديد، معدن الكيس الثاني مخلفات الحيوان، معروف عندنا في الوادي الكيس الثالث ما تبقى من القمامة واحد يقول، طيب، خذ القمامة بس عقصبوع بالناس تقسم ثلاثة كياس له معنى، تمويل المشروع من أصل قمامة الكيس الأول فيه بلاستيك، والحديد، كنا نودي له صاحب المعدن من بلاستيك نبيعه عليه تمويل المشروع الكيس الثاني، الذي فيه ما تبقى من القمامة، تعقدنا مع سيارة البلدية أنه يأخذ القمامة، وافق على ذلك، قال بشرط أنكم أنتم تحملوا القمامة، وافقنا على ذلك الكيس الثالث، مخلفات الحيوان، كنا نأخذه، نعطيه المزارع، استخدمه في الزراعة لكن ما زال هم في بالي، وما زال حتى الآن ما هم في بالي كيف أوصل إلى مجتمعي وثقافة إلى مجتمعي؟ يمكن أن نحول القمامة إلى ما هو مفيد حتى لتحقت العام الماضي في مدارس بمحفوظة بالهجرين فاقترحت على مدير المدرسة بإنشاء جماعة بحث علمي داخل المدرسة جماعة بحث علمي داخل المدرسة نعم، جماعة بحث علمي داخل المدرسة لتوسيع مدارك الطلاب كذلك تعلم الطالب إنشاء بحث منه صغير فوافق المدير على ذلك، وبدأنا في أول مشروع كنت أحلم به مشروع عالمي، مشروع معروف عند الناس كله كيف إنتاج غاز الميثان من مخلفات الحيوان؟ عشان وصل ثقافة إلى مجتمعي غاز الميثان من مخلفات الحيوان بدأنا في هذا المشروع بتجميع المخلفات مع الشباب مع الطلاب بدأنا في المشروع مع الطلاب بتعاونهم وتقاتفهم لكن كل يوم يأتي واحد عندي طالب المكتبة يقول يا أستاذ شي غاز عاد ولا ماشي؟ شي غاز عاد ولا ماشي؟ قد تصبر كم أيام وتشوف لكن بعد عشرين يوم كان مفاجأة وفرحة كبيرة عن الطلاب ليه؟ لأنهم رأوا الغاز بين عينه شي ملموس بينه هل شي جديد؟ ما شي جديد، لكن عندما رأوه ملموس بين يديه جيت إلى الطالب وقلت له آه شي غاز؟ جاوب عليه بقناعة أيوة غاز يستاذ لهذا نثبت لطلابنا أنهم بإمكانهم حل مشاكلهم بأيديهم لنعود إلى المستقبل